فكرة الانفجارات الكونية هي فكرة حديثة هي فكرة صارنا نعرفها الآن خلال ربما نصف قرن أو قرن على أقصى تقدير خلال فترة طويلة لم يكن الناس يتصورون أن النجوم تنفجر أن هناك أجرام تندمج فيما بعضها أنها تعطيني طاقات رهيبة جدا أشعة مختلفة إلى آخر إلى آخر لكن فعلا الكون هذا مدهش تابعوا معي السلام عليكم في عامي 2021 و2022 سجل علماء الفلك أكبر انفجارين تم اكتشافهما على الإطلاق الأول سمي AT-2021LWX هذا كان ليس انفجار وإنما نجم تم تمزيقه وابتلاعه من طرف ثقب أسود عملاق ثقب أسود عملاق تدور حوله نجوم من حين لآخر يأخذ النجم هذا ويمزقه فالطاقة الإجمالية الموجودة فيه هذه تبعثر في شكل حرارة وفي شكل إشعاع هذا الانفجار هذا التمزيق هذا دام لمدة ثلاثة سنوات كانت كمية الطاقة فيها الرهيبة لم تسجل في تاريخ البشرية وتاريخ العلم لحد الآن سنة 2022 تم تسجيل انفجار فعلا وهو ما نسميه الانفجارات غاما انفجار غاما هذا دام خمس دقائق فقط خمس دقائق حتى في الانفجارات غاما تعتبر طويلة إلى حد ما ولكن خلال الخمس دقائق هذه السطوع اللمعان كان أقوى مما سجل في تاريخ البشرية ولكن لأنه دام خمس دقائق فقط فالطاقة الإجمالية التي تم إطلاقها خلال الخمس دقائق هذه كانت أقل بكثير من الانفجار السابق الذي كان كما قلت ثقب أسود عملاق ابتلع مزق نجما لكن صار عندنا الآن فعلا مجموعة طويلة من الانفجارات الكونية إلى ربما بضعة قرون لم نكن نعرف أو نتصور أن في الكون تحدث انفجارات أول ما بدأ الإنسان تفطن أن هناك شيء يعني يحدث في الكون من حل آخر هو عندما بدأنا نكتشف نجوما جديدة نجوم جديدة هذه التي سميت باللاتيني نوفا نوفا هي مختصر لنوفا ستيلا بمعنى نجم جديد نجم جديد هو عندما من حل آخر ينظر الناس إلى السماء فيرون بقعة نامعة يبدو نجم ظهر لم يكن موجودا هناك قبل ذلك بالتأكيد فكانوا يسمون ذلك نوفا لكن في بعض الأحيان كنا نجد أن نوفا هذا النجم الجديد يكون ساطعا جدا أحيانا يظهر لنا حتى في عز النهار لمدة أسابيع وأحيانا شهور فكنا نسميه سوبر نوفا يعني نجم جديد ساطع جدا ويدوم هكذا لأيام وأسابيع أحيانا لأشهر لكن لم يتفطن الناس إلى أن هذه ليست نجوم جديدة وإنما هي انفجارات نجمية ولكن فظهر عندنا نوفا سوبر نوفا وبدأنا نفهم أنها انفجارات وسأشرح باختصار بعد قليل كيف تحدث هذه الانفجارات؟ انفجارات ماذا بالضبط؟ لكن الآن صار عندنا أنواع من الانفجارات صار عندنا هايبر نوفا، سوبر نوفا، كيلو نوفا، نوفا، ماكرو نوفا إضافة إلى الهياجانات التي تحدث على النجوم مثل الهياجانات الشمسية وإضافة إلى ما سميته قبل قليل هذا التمزيق الذي هو ليس انفجاراً ولكن هكذا فجأة تظهر لنا كمية من الطاقة في بقعة ما في منذ الفضاء وهي من خلال تمزيق نجم من طرف ثقب أسود عملاً طيب ما هي النوفا والسوبر نوفا أولاً؟ وهي تعود إلى عدة قرون النوفا هي عندما يكون عندنا قزم أبيض وهو نجم ميت القزم الأبيض هذا إذا كان معه نجم آخر ويعطيه مادة باستمرات تنتقل المادة هكذا بالجاذبية من النجم العادي إلى النجم القزم الأبيض هذا فمن حل آخر يزداد الضغط محلياً على سطح هذا القزم الأبيض فيحدث انفجار انفجار هيدروجيني هذا مثل القنبلة الهايدروجينية تماماً انفجار نووي فهذا الانفجار يعطي إلى معان فهذا القزم الأبيض الذي هو خافت وصغير لا نراه في معظم الوقت بأعيننا أحياناً لا نراه حتى بالتليسكوبات فجأة يصير ساطع لامع فيبدو لنك أنه ظهر نجم جديد وإنما هو انفجار على السطح السوبر نوفا هو انفجار لنجم إما هذا القزم الأبيض زادت كتلته فصار غير مستقر فانفجر كاملاً هذه السوبر نوفا يعني القزم الأبيض ينفجر كاملاً أو عندي نجم كبير من الأصل وتطور تطور وفي الأخير انفجر هذا الذي يعرفه معظم الناس يقولون سوبر نوفا هو انفجار نجم كبير الهايبر نوفا عندما يكون لدينا نجم كبير جداً كتلته تزيد عن حوالي خمسين كتلة شمسية مئة مئة وخمسين وفعلاً يعيش فترة قصيرة حياته قصيرة جداً وينفجر انفجاراً عظيماً هذا الذي يعطينا ما نسميه الانفجارات قاما يعطينا نفاثين جيتس هكذا وإشعاعات من القاما إلى السيني إلى ما فوق البنفسجي إلى 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 هذا الانفجار العظيم هذا يكون قوي جداً لمعانه يزيد يفوق لمعان مجرى أحياناً بمئة مرة هذا الذي يسمى هايبر نوفا هذا أقوى الانفجارات سطوعاً على الأقل وإن كان الانفجار النوع الأول الذي ذكرته يعني الثقب الأسود الذي يمزق نجم يعطي كمية طاقة أكبر حتى من هذه الهايبر نوفا إذن صار عندي هايبر نوفا انفجار نجم كبير جداً يعطيني سطوعاً يدوم لي في العادة بثواني إلى دقائق ولكن يتبقى طاقته هذه قابلة للرصد لمدة أسابيع وشهور بل أحياناً إذا وصلنا حتى في مجال الراديو يمكن الكشف عنها لمدة شهور عديدة هذا الهايبر نوفا سوبر نوفا نجم كبير ولكن ليس عملاقاً يعني بين ثمانية إلى عشر عشرين كتلة شمسية ينفجر سوبر نوفا النوفا قلنا قزم أبيض هذا عليه انفجارات محلية هايدروجينية الكيلو نوفا هو عندما يكون عندنا اندماج لإما ثقب أسود ونجم نيوتروني أو نجمين نيوترونيين يندمجان ويعطيني هكذا انفجار هذا الانفجار قصير جداً هذا لا يزيد عن حوالي ثانية ثانيتين على أقصى التقدير جزء من الثاني انفجار راهيب جداً أشعة غاما سينية أشياء يعني لأن جاذبية عظيمة ثقب أسود ونجم نيوتروني أو نجمين نيوترونيين يندمجان هذا الاندماج يعطيني هذا الكيلو نوفا الذي أيضاً نستطيع رصده ليس فقط في الغاما وفي المجال السيني ولكن أيضاً في مجال ما فوق البنفسجي في المجال المرئي ما تحت الأحمر حتى الراديو نرصده كل هذا ثم خلال ربما سنة سنة ونصف ظهر لدينا نوع آخر من الانفجارات هذه سميت بمايكرو نوفا مايكرو نوفا يعني أقل من النوفا كأن النوفا صغيرة كيف تكون أصغر من النوفا النوفا أصلاً هو انفجار محلها كذا على سطح قزم أبيض اكتشفنا ثلاث حالات خلال ربما سنة سنة ونصف حتى يعطيك فكرة أنه فعلاً الفلك هذا اكتشافات رهيبة غير منتظرة لم يتصورها حتى الإنسان ما زال عندنا القزم أبيض وهذا القزم أبيض تأتيه مادة من نجم آخر وتسقط عليه ولكن الآن إذا عندنا مجال مغناطيسي وينقل هذه المادة إلى القطبين القطب الشمالي أو القطب الجنوبي وهنا يحدث هذا الانفجار الصغير هذا انفجار مايكرو صغير جداً هذا أقل من النوفا بمليون مرة صغير جداً هذا فيحدث لي انفجارات صغيرة يعني لا تدوم إلا جزء من الألف من الثانية هذه الانفجارات الصغيرة هذه ثم طبعاً كما ذكرت لدينا الهيجانات الشمسية والنجمية نعتقد أن معظم النجوم خاصة النجوم التي تكون أصغر شوية يعني مثل الشمس أو أصغر منها تحدث لها هيجانات على سطحها بسبب نشاطها المغناطيسي على الشمس لدينا عدة حالات عدة ظواهر رائعة جداً وكلها سببها هذا النشاط المغناطيسي الذي يحدث على السطح مثل ماذا؟ أولاً من حل آخر نرى بقع سوداء ما هي هذه البقع السوداء؟ طبعاً يجب أن أذكر أن لا أحد يجب أن ينظر إلى الشمس بإمعان لأكثر من حتى جزء من ثانية لا تنظر إلى الشمس إلا بفلتر أو بهذا الزجاج الغامق الأخضر هذا الذي نشتريه من المحلات المتخصصة يمكن أن ننظر إلى الشمس إذا نظرنا إلى الشمس عن طريق فلاتر أو هذه القطع الزجاج الخضراء السميكة هذه فماذا نرى؟ نرى شمس، أكذا، قرص، برتقالي، أصفر ونرى من حل آخر بقع سوداء ما هي هذه البقع السوداء؟ هذه البقع السوداء هي محل انطلاق هيجان مغناطيسي وينتقل إلى نقطة أخرى، بقع السوداء أخرى يعني البقع السوداء هذه دائما تأتي في حالة زوجية زوجين هكذا لماذا؟ لأن بينها يحدث هذا الانتقال هذا الهيجان، هذا القوس هذا فلير هكذا، لوب هكذا وهذا الهيجان هذا يحرر لي كمية من الطاقة غاما، سينية، ما فوق بنفسجية تصل درجة حرارة فيها إلى عشر مليون درجة داخل هذا القوس هذا أنبوب كبير من البلاسما، من الجسيمات المشحونة إلكترونات، فروتونات، تنتقل وتعود وتضرب بعضها هكذا وتطلق لي كمية من الطاقة لماذا؟ بسبب خطوط المجال المغناطيسي التي تنقطع وتعيد التواصل فيما بينها هكذا كل هذه التي تدوم أحيانا دقائق، أحيانا ساعات، أحيانا تدوم أيام بل إلى أسابيع هذه الهيجانات والشمس كما أشرت في حلقات ماضية الشمس تمر بمراحل مرحلة هادئة لبضعة سنوات ثم مرحلة نشطة جدا ونحن الآن خرجنا من الفترة الهادئة ودخلنا في الفترة متزايدة النشاط وستصل بعد بضعة سنوات إلى مرحلة تكون فيها تقريبا كل يوم هيجانات من هذا النوع نرى فيها بقع سوداء ونرى فيها شبه انفجارات نسميها هيجانات أكثر يعني ليست انفجارات هي هيجانات بسبب هذا النشاط المغناطيسي نعتقد أن معظم النجوم خاصة التي هي بحجم الشمس أو ربما أكبر منها قليلا وكل ما هو أقل منها حجما كلها يحدث لها كل هذه الظواهر كل هذه الأنشطة الهايجانية أو الانفجارية خلاصة الكلام أنه فعلا يعني وجدنا أن الكون هذا مدهش تماما يعني نشيط جدا كنا نعتقد زمان إلى ربما أواصط القرون المتوسطة نقول يعني في القرون السادس عشر السابع عشر كنا نعتقد أن النجوم هذه لا تتغير نجوم نراها هي نفسها تتحرك خلال الليل تتغير من أسبوع إلى أسبوع من فصل إلى فصل ولكن لا نرى لها تغيرات لا يفترض أن نرى انفجارات لبعض النجوم كانت موجودة لم تعد موجودة بعضها لم تكن موجودة وظهرت إلى الوجود هذا لم يكن يعتقد إطلاقا أريد فقط يعني الإشارة في الأخير أن خلال التاريخ سجل الناس هذا النوع من الانفجارات دون أن يعرفوا أنها انفجارات بل حتى في حضارتنا يعني بين عاد المؤرخون إلى كل الكتب كتب التاريخ كتب القصائد كتب السير للعظماء أو للأقوام الشعوب ووجدوا فعلا تدوينات أن ناس كتبوا أن ليلة كذا سنة كذا وجدنا أن هناك نجم ظهر ثم ظل هناك لعدة ليالي ثم اضمحل واختفى إلى آخر فوجدنا أن هناك خمسة سوبر نوفا لأن لما عدنا وجدنا أنها هي فعلا سوبر نوفا لذلك كانت ساطعة جدا تمكن الناس من رؤيتها بالعين المجردة لم تكن هناك تيليسكوبات فوجدوا أنه فعلا كانت هناك مجموعة من السوبر نوفا التي حصلت بين سنة ألف وستة إلى بداية القرن السابع عشر سجلها الناس في مناطق مختلفة بعضها في الصين بعضها حتى في المنطقة العربية الإسلامية يعني في الأدبيات يشار إليها على أنها أريبيا هذا كان المنطقة العربية لكن أحيانا تكون في بلاد فارس أحيانا تكون في أسيا الوسطى في خرصان وفي أسبكستان وغيرها وبعضها وصل حتى إلى المغرب وتم التسجيل في بعض الأماكن بل وجدنا أن عدد من التدوينات في بعض الكتب التي لم نكن نتصور أننا سنجد فيها إشارات إلى هذه الانفجارات الكونية منها مثلا أريد الإشارة عابرا إلى كتاب الشفاء لابن سينة الذي سأنقل لكم الفقرة من كتاب الشفاء على الشاشة التي تبين فعلا كيف أن ابن سينة يروي أنه فعلا في تلك الفترة يحدده والتاريخ والسنة ويقول أننا وجدنا أن كان هناك نجم تغير لونه بالتدريج وزاد لمعانه ثم اضمح الله ثم اختفى إلى أخير بمعنى أنه فعلا مر بكل المراحل التي نعرفها وعندما عدنا وجدنا أن تاريخه هذا سنة 2006 كان يناسب سوبر نوفا التي نعرف أين وجدت بالضبط في السماء في أي منطقة على أي مسافة الآن سنعرف كل هذه التفاصيل حينها لم يكنوا يعرفون كل ذلك وإنما سجلوا تدوينات لهذه الأرصاد أو هذه المشاهدات التي كانت عجيبة غريبة بالنسبة لهم الآن سنعرف أن هناك أنواع كثيرة من هذه الانفجارات الكونية وهذا من نشاط علم الفلك أو فيزي الفلك بمعنى أن التطورات العلمية بالأجهزة المختلفة بفهمنا حتى النظر لكل هذه الأشياء يسمح لنا باكتشاف أشياء كثيرة جديدة موثيرة وبل تفتح آفاق كثيرة للشباب فغدا إن شاء الله ستكون لكم اكتشافات أخرى كثيرة جدا شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة